بيادو بيقول كما حدث بيقولك يعني فيه نوع من الاضطهاد كما حدث مع المدافع عن حقوق الإنسان أمل فتحي مين أمل فتحي مين أمل فتحي للمدافع عن حقوق الإنسان بواحدة قليلت الأذب بشكل واضح جدا وحدة الفظهة يعني هاتلي يا ابني هاتلي يا ابني أي حاجة لأمل فتح عشان مصريين يشوفوا الاتحاد الربي والبراء الربي بيدفع عن مين شوفوا بيدفع عن مين واحدة سوقية الفظ سوقية موجودة على الانترنت شوفوها في جوجل حضراتكم كل واحد فيكم أو حضراتكم البرلمان الأوروبي بيدفع عن مين شغالي يا ابني وريني آرية شغالي بجد ومن قلبي بحيه يتبعها اسم مصر بنك مصر مستشفى مصر محطة مصر أو تابع لإدارة مصر تمام؟ آآ وحيات ربنا أنا النهاردة قضيت يوم كده لأن أنا عزلت المعادي فرفت عشان نعمل من شهرين وشوية فقالت لي لقيا يا فندم أصلي حضرتك حطة فلوسك في الفرع اكتوبر على ساحة مليين أوكي فدي أزمة بالنسبة لك فهتستلني الكريديك كارد بتطوحة بريديك بتكلم بيزنس وم طبعا أنا أنا يعني دي دي آمل فتح اللي بتكلموا عليها في في البرنامج الأوروبي أنا شلنا دي شتايم كلها شتايم أكتر من خمسين ستين شتم المصر بأقزع وأفزع وأقزر كلمة ممكن تتقال وكلكم متخيلين إيه يعني كلام نجيب سرور كله قالته كل كلام نجيب سرور عارفين نجيب سرور كله قالته دي مدافع عن حقوق الإنسان دي ضد حقوق الإنسان والله يضد حقوق الإنسان والقانون عندنا القانون يا جماعة دي بتسب الإنسان المصري والدولة المصرية والشعب المصري يعني قادي الناس اللي بيقادي النمازج اللي بيدافع عنها البرلمان الأوروبي شكرا